أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأي الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذأن بللات أرضنا بالغيف عادت للصفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنتي الغالية أبشري بكل هذا الخير في سجدة واحدة نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود يعني كل سجدة حضرتك بتسجديها ربنا سبحانه تعالى بيكتبلك بها حسنة ويحط عنك سيئة ويرفعك بها في الجنة درجة وما بين الدرجتين معلوم كما عند البخاري ما بين الدرجتين في الجنة مسيرة مئة عام مئة سنة لو ركب فرص سريع لا ينقطع عن الجري لليل ولا نهار لمدة مئة سنة توصل من الدرجة دي للدرجة التي بعدها في الجنة بفضل الله كل ده بسجدة بسجدة واحدة ولذلك قال جل وعلا وسجد واقترب فلابد أن نكثر من السجود وسجود يكون فين؟ في الصلاة يعني نكثر من صلاة النوافل وانكثر من الركعات بدل من طول في القراءة لا نكثر من عدد الركعات حتى يكتب لنا عدد سجدات كثيرة فنرفع بها درجات في الجنة ونأخذ بها حسنات وتغفر لنا سيئات ولذلك جاء في الحديث الذي هو مسلم عن ربيعة ابن مالك ربيعة ابن مالك شاب عنده 17 سنة من أهل الصفة فقير جدا لعنده عيلة ولا بيت ولا زوجة ولا أولاد ولا أي حاجة ولا مصدر شغل حتى فكان من أهل الصفة الفقراء لكن كان مخصص نفسه وكل يوم لازم في الصلوات الخمسة هو اللي يجهز ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي أن يكافئه فقال سلني شيئا يا ربيعة فربيعة ده بدل ما يطلب شاء أو عروسة أو فلوس أو أي حاجة كانت الإجابة حضر عنده بفضل الله قال له سلني شيئا يا ربيعة قال له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك مش عايز حاجة تانية قال لهو ذاك يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وآله وسلم فأعني على نفسك بالسجود فإنك لا تزجد سجدة واحدة إلا رفعك الله بها درجة في الجنة يبفعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تزجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة في الجنة كل الخير ده كله في كل سجدة يغدي حسنة يتحط عنك سيئة تمام ترفعي درجة في الجنة أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأي الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذأن بللات أرضنا بالغيف عادت للصفا